دكتور إيلي سنيفر موجود معنا اليوم أخصائي جراحة نسائية توليد وعقم وطفل أمبوب الموضوع اليوم هو المحافظة على الخصوبة عند الرجال وعند النساء في حال أي مرض أو حتى مع تقدم العمر أهلا وسهلا فيك دكتور سنيفر مرسي أهلا وسهلا فيك فإذا مين الأشخاص يلي من خاف أن يكون في تأثير بحياتهم على الخصوبة؟ بتعرفي رسمان صار فيه علاجات للكنسر والكنسر مش متل أيام زمان كلهم بيموتوا اليوم علاج للكنسر عم ينجح وهالزغار اللي عم يتعلاجوا للكنسر بعدين بس يصحوا من فهم للكنسر عم ينجحوا يتجوزوا ويفكروا يعملوا عائلة فإجمال أممين اللي هني الأشخاص اللي عم يتعلاجوا للكنسر هني اللي لازم نحافظ على الفرتلية عندهم لأن الأدوية اللي بنستعملها للكنسر مثل الشيميو مثل الراديو تيرابي بتأثر على مخزون البيض وبتأثر على مخزون البزرع القصية إن كان عند رجال أو عند النساء فمن شان هيك مين اللي هاودي هن الأشخاص يعني الانديكاسيون الطبية اللي منتوجه نعمل لهم تأثير العلاجات الكيميائية هي يعني محطمة؟ يعني أغلبية الأحوال إذا فيه كانسر الشيميو هو يعني علاج توكسيك علاج السام للمبيض عم نلاقي أنه في نسوين أو رجال صحوا من الكانسر من وراء الشيميو بس وصلوا بعدين مع بزر صفر أو مع مبيض كتير ضعيف من المخزون الإبادة وهون فوق يعني كل التقلة النفسة من العلاج ومن المراد فيها التقلة النفسة وخوف على الخصوبة اللي كتير مهمة بالنسبة للإنسان أكيد من شان هيك المساج دايما واضح كتير محزن لما منشوف شاب عمره 30 سنة عمل رحاته مسأل عمل لانفروم مثلا هو صغير أخذ شيميو ووصل عمره 30 سنة ما بقى فيه بزر بقى كتير مهم قبل ما يأخذ هالعلاج يتجلد له بزر تنحفظ بالمختبر فينا نخليها بالأزوت لكيد كذا كذا سنة وبعدين لما بيقدر يعمل عائلة إذا ما عاد طلع بزر طبيعية بالخصية فيه يستعملها كطف الأنبوب ويصير عنده ولد منه ذات شي عند النساء اللي بيعملوا كانسير وبيصحوا إذا أخذوا شيميو هالمبيض ما بيعود يفرز كتير بايد فكتير مهم ينعمل ينعمل علاجات قبل إن كان كونسيرفاسيون لشأف من المبيض للكورتكس أوفاريين أو للبويضات الفيترفيكيشن طبعا الأمرأة حكينا كمان عن تقدم بالعمر في عمر معين هون يمكن النساء هلأ هذه إنديكاسيون سوسيال في كتير عالم تعرف اليوم البنت ما بقى عم تجوز عمر صغير عم تلتها بشغلة عم تلتها بحياتها بشهديتها بقى بيوصلوا لعامر الخمسة وثلاثين بعد ما في بروجي زواج الديمون أو ما عندهم حدا هلأ حاضر يتجوزوا فهودي أكيد بيعملوا شيء اسمه فيتريفيكيشن بيحفظوا خلايا بيحفظوا البويضات كيد أنه إذا ما صار في نصيب أو إذا صار في نصيب بعد الأربعين يستعملون بعد الأربعين لأن تعرف مع العمر هالمخزون بخف بس أعتي الحمل برات الجسم هلأ في طريقتين في عندك طريقة الفيتريفيكيشن للبويضة تجديد الإبادة يلي هي فيك تستعمل تعمل استيميلاسيون مثل الـ IVF العادية تستخرج البويضات وساعتها تجلديهم بطريقة اليوم تكنيك كتير متقدمة وبتعطي نتائج كتير ميحة اسمها الفيتريفيكيشن وفيها تخليهم كذا السنة ما في بروبلم في طريقة تانية بس لازم المرة تكون بالخمسة وثلاثين وأقل يعني ما لطعم تحملها على الأربعين هي الكورتكس أوفاريان تجديد الغشاء المبيض لأنه هو الغشاء اللي فيه بقلبه البويضات بتجلدي هالشقفة من المبيض وإنفواج اللاتيها فيك بعدين بس تتجوز ترجعي تزرعي ليها لأنه عم تحافظ على مخزونة وتعطي حبل طبيعي من دون فيكونداتيون أدي نسبة النجاح لها كل هالتقنيات اليوم مع الفيتريفيكيشن النجاح صار مثل الطبيعي أكيد بمختبراته منيحة يعني البوايدة المعملة الفيتريفيكيشن إذا كان فيه تكنيك منيحة نسبتها 40% مثل البيضة الفراش من زمان كانت النسبة أقل لأنه كانت تكنيك التجليد الكلاسيكية الأديمة تخفف من نوعية البيضة نجاح حمل فيه نسبة عالية تأثير على الجنين ما فيه أبدا أكيد لا يعني كل الدراسات بيّنوا كل الدراسات بيّنوا أنه إذا هالجنين منيح رح يكفي إذا هالجنين مش منيح ما رح يلقط أو رح يصير فيه ترويح سيلكسيون أول ثلاثة شهر مثل الـ IVF العادي كل الأجسام قدرين أن تكونوا عم بتساعدوا حسب الانديكاسيون دايما ما فيه شيء بالمطلق الكل إذا مثلا رح تيكي مثلا إذا فيه حدا عنده كنسير أوفاريان يعني بقلب المبيض ما بتقدر تجلد الكورتكس أوفاريان لأنه عم ترجع تنقليل للخلايا الكانسيريجين هايدي الكانديدات أفضل تعمليلها تجديد للبوايدات لأن البوايدة ما عم تنقل مع الخلايا السلطانية اللي بتقدر ترجع تبين أكيد أكا باركا يعني هون شيء كثير أما بالنسبة للرجال في التقنية واحدة تقنية هاينا عند الرجال بس أهم شيء العالم توع على هالشي يعني مش إنه اكتشفنا باركزامل سيمينام أو شيتيومير عند الشاب ضغري يلا عملية قبل ما نحضر العملية لازم وهذا لازم يكون في تعاون بين الأطباء الكانسير وأطباء العقم ضغري ينبعث على مختبر منيح يتجلد كذا سبيسيمين يبقى لقيله مثل البانك دو سيكوريتي بعدين إذا تجوز هالصابة ومصر عنده بزرع جديد لأن البزرع فيها ترجع تتكاتر لو أخذ عليه شيء ومش مئة بالمئة بتروح ومو يكون عنده بلان دو سيكوريتي بلان باي يستعمله وهون قدي شغل بيصير بطريقة محترفة بلبنان وقدي نحن على أي مستوى نحن يعني لبنان معروف مع أنه بلد عالم تالد بس نحن بتقنية بتقنية الطبية يعني هذه أفانتاج للبناني وين تطلع تكنيك وين تطلع شيء غريم نسبق إنجي بلا الحمد لله نحن بلشنا نصير مثل دول أوروبا بهالموضوع بدي التطبيق في شخص يعني وعين لهالموضوع في كثير أشياء بدي التطبيق فيها مثل الفريزنج عند الرجال وعند النساء أكيد هلأ الكورتكس أوفاريان في محاولات عم تصير بس أكيد بعد البراتيك يعني أنه كمان في حاليات معينة مضبوط وهذه الدجال حتى برد يعني الانديكاسون أقل من أنك تعملي لأنه أصحب كعملية عم تعملي عملية أول شيء بالمنزر تشيري شقف من المبيض ويرجع بعدين عم ترجع تزرعية يعني عم تعملي مثل غريف عن جديد يعني أمل جديد لكل الأشخاص يلي عندهم أي مرض أو أي مشكلة مثل ما كنت عم تقول دكتور بيمرق المشكلة وبيمرق المرض ومنقع بشي تاني من صح من شغلية من عب شغلية تاني فوجب أن يكون في احتياط ومنح أنه في كل هذه التقنية موجودة عنا بلبنان دكتور إليس نيفر أخصائي جراحة نسائية توليد وعقم واطفل أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا وعقم فيه ونرجع من التحر ترجمة نانسي قنقر